من الميادين نشرة الأخبار السلام عليكم وإلى عنوينها القوات الأوكرانية توقف هجومها على سلافيانسك بعد إسقاط مروحيتين لها واصدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة في دارينسك كاري يدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعادة تقييم عملية التسوية نتنياهو يسعى لسن قانونا بشأن يهودية الدولة تقدم للجيش السوري في جوبر والاملحة في ريف دمشق بعد معارك عنيفة مع المسلحين أهلا بكم أوقفت القوات الأوكرانية هجومها على مدينة سلافيانسك شرق البلاد بعد أن أسقطت فصائل الدفاع الذاتي مروحيتين لها القوات الأوكرانية كانت سيطرت على مرتفع استراتيجي يشرف على المدينة حيث يقع مبنى التلفزيون وفي مدينة دانيتسك استولى محتجون على مبنى نيابة العامة بعد مواجهة عنيفة مع الشرطة هذه التطورات الميدانية جاءت بعد ساعة من توقيع القائم بأعمال الرئيس مرسوما لاستدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية أتحذير موسكو الكييف من شن عملية عسكرية في جنوب شرق البلاد مبنى نيابة العامة في مدينة دانيتسك الأوكرانية بات تحت سيطرة المحتجين دلعت في محيط المبنى اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة النشطاء رشقوا رجال الأمن بالحجارة والمفرقعات فيما ردت الشرطة بإطلاق القنابل الصوتية ضد المحتجين المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تنقلت في مناطق المدينة وأدت إلى وقوع إصابات عديدة أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت في مدينة دانيتسك خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال المحتجون الطالبوا بإجراء استفتاء تقرير المصير وعبروا عن رفضهم لسلطات كييف تدهور الوضع في شرق أوكرانيا دفع كييف إلى إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بيان للرئاسة أشار إلى قوة الوحدات المسلحة المؤيدة لروسيا بالإضافة إلى فقدان أكثر من عشر مدن شرق البلاد من جانبها حذرت موسكو من كارثة إذا أقدمت سلطات كييف على إجراء عملية خاصة في مناطق جنوب شرق أوكرانيا في ظل تصعيد المواقف السياسية تغرق مدن شرق أوكرانيا بالتظاهرات سينفرو بول عاصمة شبه جزيرة القرم شهدت احتجاجات ضمت عشرات الآلاف أما سيباستو بول الميناء التاريخي للأسطول الروسي في البحر الأسود فتظاهر فيه نحو ثمانية آلاف شخص فيما خرجت مدينة سلافينسك عن سيطرة كييف منذ نحو أسبوعين ولا يزال مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا محتجزين في روسيا خرجت مسيرات عارمة بمناسبة عيد العمال العالمي احتفالات هذا العام عكست حالة المواجهة بين روسيا والغرب الأمر الذي تجسد في الهتفات التي رددت والشعارات التي رفعت مسيرات عارمة شهدتها موسكو ومدن روسية عدة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي اصطلح على تسميته في روسيا ما بعد العهد السوفيتي بيوم الربيع والعمل الربيع بالفعل وضع لمساته على الطقس والطبيعة وأمزجة الناس كان ذلك جليا في مسيرة نقابات العمال نشعر بأنه وعيد فعلا واللافت أن كثيرين خرجوا إلى الساحة الحمراء يتمتعون بأنزرة رائعة إنه الربيع للربيع الروسي معنا آخر أفرزته الأحداث الأوكرانية لا سيما انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا نحن دعاة سلام ونحب العمل وفصل الربيع نتمنى أن يعم السلام المعمورة جمعاء وأن ينال الكادحون حقوقهم مسيرة الحزب الشيوعي الروسي كانت مشبعة برموز الماضي السوفيتي لكن الشيوعيين أيضا يتفاعلون مع إفرازات الأزمة الأوكرانية روسيا تعرضت للإساءات على الدوام سواء في العهد السوفيتي أو في أيام الأمبراطورية الروسية خذوا سياسة تشيرشير على سبيل المثال روسيا كالعظم في بلاعيم الإمبريليين القدماء والجدد روسيا أرادت أن تظهر في احتفالات اليوم بأنها كالبنيان المرصوص موحدة في وجه التحديات لكنها في آن معا تجنح إلى السلام مع الجميع ثم ترمزية في احتفالات الأول من أيار مايو هذا العام المشهد السياسي في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية يعيد إلى الذاكرة المواجهة بين الاتحاد السوفيتي والغرب أيام الحرب البائدة سلام العبيد بوسكو الميادين دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إعادة تقييم عمليات التسوية التي وصلت إلى طريق مزدود كاري اعتبر أن الجانبين ما زال يبديان إدراكا بأهمية المفاوضات والرغبة في إيجاد طريقة لإجرائها موقف كاري يأتي بعد يومين على انتهاء المهلة التي حددها قبل تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق تسوية رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو قال إنه يسعى لسني قانون أساسي يكرس إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي نتنياهو في خطاب ألقاه في تل أبيب انتقد الجهات التي تعارض ذلك وأضاف إن إحدى مهماته هي الدفاع عن إسرائيل كدولة قومية لليهود على حد تعبيره بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بين كيمون إسرائيل والفلسطينيين إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحقول دون استئناف المفاوضات يواصل الجيش السوري تقدمه في المليحة وجوبر بريف دمشق وقد وقعت معارك عنيفة في جوبر مع تقدم الجيش باتجاه المتحلق الجنوبي وسيطرته على كتل البيوت القديمة الجيش أوقع خسائر في صفوف المسلحين واستهدف بالقصف المدفعي المنطقة الصناعية بحي القابون ترجمة نانسي قنقر في حمصة القديمة تستمر الاشتباكات العنيفة في أحياء الحمدية وبابهود مع استمرار تقدم الجيش في هذه الأحياء في حلب تابع الجيش وتقدمه أيضا في أحياء الرموسة والعمرية جنوب حلب واللي رمون في شمالها صفحات تابعة للجيش أعلنت سيطرتها على حاجز الميتم بالقرب من الاستخبارات الجوية هذا هو الميتم أفاد مراسل الميادين في ليبيا أن جرحى سقطوا في اشتباكات مسلحة دارت بين القوى الأمنية وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي وأضاف مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت عندما حاول مسلح أنصار الشريعة اقتحام مديرية أمن بنغازي في العاصمة ترابلوس قتل شخص وجرح أربعة آخرون في تفجير سيارة مفخخة أقر المجلس التأسيسي في تونس قانونا جديدا للانتخابات في البلاد بغالبية 132 صوتا مقابل اعتراض 11 خيمت على المناقشات الخاصة خلافات بشأن منع ترشح المسؤولين في عهد النظام السابق زعيم حركة النهضة راشد الغنوش قال إن الحركة عرضت هذا الإجراء الإقصائي فيما اعتبر عضو البرلمان عن حزب نداء تونس خميس قسيلة أن رفض العزل السياسي يؤكد أن الثورة مستمرة من دون انتقام نفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي ما تردد من تصريحات منسوبة إليه ضد الشعب الجزائري وأوضحت الحملان المشير السيسي أكد خلال لقائه أساتذة الجامعات أن الجيش المصري مستعد لمعاونة أي دولة عربية في مواجهة الإرهاب والتطرف موضحا أن الشعب الجزائري له كل التقدير ولا أحد يمكنه أن ينسى موقفه المشرف أثناء حرب أكتوبر انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وذلك خلال استقباله وزير الخارجية المصري نبي الفهمي الذي أكد أن القضاء المصري مستقل زيارة فهمي إلى الولايات المتحدة لم تفلح بخفض منسوب العلاقات المتوترة بين مصر والولايات المتحدة لكنها كشفت عن انتظار وضوح الرؤية بعد الانتخابات العاصفة التي أثارها تصريح وزير الخارجية نبي الفهمي بشأن الزواج الشرعي بين مصر وواشنطن لم يحد منها بيان الوزارة التوضيحي فالوزير شاء القول إن العلاقة الوطيدة بين البلدين لا تؤثر فيها نزوة يوم بحسب تعبيره لكنه خلال هذا اليوم لم ينجح بالإفراج عن المبالغ التي تحتاجها مصر ولا عن الطائرات الحربية من طراز F-16 الإدارة الأمريكية التي علقت المساعدات إسرى فضي اعتصام رابعة لا تلبث أن تعدى بتسليمها مرة ووقفها مرة أخرى هذا الارتباك سببه خلاف في وجهتين نظر بين باراك أوباما والكونغرس كما يقول البعض أو أنه نتيجة عدم اتفاق بين سوزن رايس وكل من جون كيري وتشاك هينجل هذا الارتباك في الإدارة الأمريكية يضاف إليه ما يوصف بارتباك الحكم الانتقالي يؤخذ عليها أنه سمح بإصدار أحكام واسعة بالإعدام أثناء مباحثات فهمي في واشنطن وهو ما أثاره السناتور باتريك ليهي في رفضه التوقيع على لائحة المساعدات لكن توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة أبعد من الأحداث الجارية فالإدارة الأمريكية تحرص على استمرار العلاقة الأمنية بينما تؤجل العلاقة السياسية والاستراتيجية حتى تتضح الرؤية في ختام المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية في مصر في هذا السياق تسلمت القاهرة طائرات الأباتشي لمكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن الحدود كما ذكر المتحدث باسم البنتاجون أما تطبيع العلاقات فهو ينتظر البرنامج الحكومي الذي سترس عليه مصر في المرحلة المقبلة كما أشارت جينيفر بساكي واشنطن تنتظر خيارات مصر الإقليمية ولسيما مدى استعدادها للعمل على حماية أمن إسرائيل كما تنتظر حدود رغبتها بالانفتاح على روسيا والصين غدات الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الانتخابات البرلمانية بأنها صفعة بوجه الإرهاب بوجه من أراد تزيفها وعدم حصولها المالكي وفي كلمة ألقاها أكد أن أزمة الأنبار لن تطول أشدد على ضرورة تأليف حكومة أغلبية سياسية الدموقراطية متوافقية الدموقراطية تجتمع كتل على برنامج سياسي تلتقي عليه تشكل نصف أكثر من نصف ثلثين إن شاء الله الكل يشتركون في هذه الأغلبية وتمشي الدولة على قاعدة تحقق الأغلبية السياسية وليست الطائفية وليست القومية وليست الحزبية إذن لا محاصصة ولا توافقية دموقراطية إنما نحتاج الدموقراطية بأصلها وأصولها وهو تأسيس حكومة الأغلبية السياسية لأننا نريد أن نحرك الساكن في عملية البناء والإعمار في بناء الدولة ومن هنا أنا أدعو جميع الكتل التي ستفوز أفراداً القائمة التي فيها فرد ولا فيها اثنين ولا فيها مية أدعوهم إلى ضرورة الانفتاح للحوار ومع انتهاء الاستحقاق الانتخابي بدأت معالم شوارع بغداد بالظهور مع إزالة لافتات الدعاية الانتخابية مفادة الميادين سر الحاف قامت بجولة في شوارع بغداد وعادت بهذا التقرير هكذا كانت شوارع بغداد قبل الاستحقاق الانتخابي وها هي غيمة لافتات الدعاية تترك الأرصفة والطرقات والأعمدة إلى مراكز التلف در هذا مصير لافتات أنفق عليها المرشحون أموالاً طائلة ثلاثون يوماً هي المدة القانونية أمام الكيانات لإزالة الملصقات أو الغرامة لكن اندفاع البعض لإزالتها بسرعة هدفه بيع الحديد لذا كان لللافتات المصنعة من حديد سميك ذي نوعية جيدة الأولوية وبغض النظر عن حجمها فأن دعايات المرشحين وملصقاتهم أزعجت بعض المواطنين لكثرتها وللفوضى التي خلفتها أحياناً بفعل موجات العواصف والأمطار والأترباء مؤخراً كانت هنا اللافتات يعني فات شي ما تتوقعين يعني شوان صار فات شي فوق شي قال أي من تخيبيز إذا ما يلقى لمجال يشلع المقابل ويخل يعني فات منظر حي الموحل ما بقت لشجرة من تقب عليها لتي ولا لي تول ظلت يعني شوان كأنها ما عبالت يعني فات عيد ميلاد أوراس سنة ليس غريباً مشهد اللافتات عن كثير من البلدان قبل أي استحقاق لكن انتشار اللافتات العشوائي وتلاصقها استوقف كل من زار المدينة في هذا التوقيت أي معدد المرشحين هواية يعني 9000 وكسور مرشح فطبعاً كل مرشح قدير لدعاية ينشر بالشوارع فلذلك تكون الكمية كلش كبيرة تستمر هذه العملية إلى أن نرفع كافة اللافتات مع المرشحين إن شاء الله وإن شاء الله يعني اليوم مباشر نسيطر عليها بحيل الله تنفست شوارع بغداد الصعداء مع بدء إزالة لأوحات الدعاية الانتخابية التي غصت بها لأكثر من شهر استعادت الأرصفة حياتها الطبيعية بعد أن خلعت العاصمة العراقية ثوب العرس الانتخابي فعادت معالم الشوارع للظهور لكنها بالطبع تنتظر نتائج تنعكس خيراً على أرض الواقع سرحف بغداد الميادين علق فريق الوساطة الإفريقية الجولة السادسة من مفاوضات الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان من دون إحراز أي تقدم في الملفات الأساسية للورقة الإطارية المقترحة خاصة في ملفي شؤون الإنسانية والحوار فيما توصل الطرفان إلى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية ثمانية أيام من التفاوض بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية الشمال اختتمت دون توقيع اتفاق ولو إطاري لكن لهجة إيجابية سادت أجواء مقر التفاوض وتحدث الطرفان عن تقدم في بعض الملفات وأنهما يمضيان في الاتجاه الصحيح نؤكد بأن السلام ممكن والإرادة موجودة ولغا تحاورنا في جو صريح وواضح ولكنه مليء ومفعا بالرغبة في تحقيق السلام هناك كثير من الغضايا الصعبة التي حاولنا أن نحلها كما تعلمون ونرى أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لكن هذه اللغة المتفائلة التي تحدث بها فرقاء التفاوض يرى مراقبون أنها لا تتخطى حدود الحديث الدبلوماسي بعد أن أخفق الطرفان في تجاوز خلافاتهما فيما يتعلق بالملف الإنساني والحوار أعتقد أن الطرفين لم يتوصل إلى أي اتفاق ويعني أن الجولة فشلت في التوصل إلى اتفاق أو على الأقل في القضايا العالقة ولذلك هم رفعوا الجلسة ورفعوا الجولة بهذا الحديث المقتضب والحديث الدبلوماسي في أنهم توصلت على اتفاقيات في قضايا محدودة ويأتي تعليق الوساطة الأفريقية لمفاوضات الفرقاء السودانيين متزامنا مع انتهاء الأجل الذي حدده مجلس السلم الأفريقي للطرفين لتوقيع اتفاق إطاري قبل الثلاثين من نيسان أبريل استعصى الحوار على المتفاوضين فغلقت الوساطة ملفات التفاوض إلى حين ولكن يبقى الوضع الإنساني والأمني على الأرض مفتوحا أمام كافة الاحتمالات محيو الدين جبريل من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الميادي استجرى مواطن يمني باصا وحوله إلى فصل دراسي في أحد شوارع صنعاء أخصصه لتعليم أطفال الشوارع مبادئ القراءة والكتابة الباص الذي يعرف بالمدرسة بات ملجأا أو ملجأ من دفعت بها ظروفهم الاجتماعية إلى العمل في الشوارع تقرير أحمد عبد الرحمن الآن أصبح بمقدور غادة أن تقرأ بعض الكلمات بعد التحقها بالتعليم على متن هذا الباص نزار السقف صاحب مبادرة المدرسة المتحركة احتضن هؤلاء الأطفال الذين يتابعون الدراسة هنا لأربع ساعات في الأسبوع نضي لهم فرصة للتعلم عشان بدل مع جيل متسولين ينتج جيل متسولين ينتج جيل متسولين ينتج جيل متعلم أسعد المسوط ألم البقاء على الأرصيفة والعيش كمشرد لم يسلب خالد رغبته في التعلم أطفال أغلقت المدارس في وجوههم لكن هذا الشاب الذي يعمل في التسويق منحهم فرصة مجانية يتمنى أن تكبر مع الأيام فكرتي أساسا هي مدرسة داخلية بس الإمكانيات لا تسمح فقلنا نبدأ بالبصادة مبدئيا شاطرة لما كنت أختار كنا أعاد أستاذ بلاش لأنه الذي درسنا وخلعنا نتلا وخلعنا نقرأ هكذا يحلم هذا الطفل حلم نضج بفعل جهود شباب تولوا تعليم الأطفال والتعامل معهم بطريقة لم يألفوها من قبل تجربة ممتازة جدا لكنني أتمنى أن تتغير هذه التجربة من مدرسة متحركة لمدرسة ثابتة تهتم بهذه الطبقة مرحلة جديدة ومختلفة ولجها 15 طفلا من أصل مليون وثلاثمائة طفل عامل أي ما نسبته 17% من أطفال اليمن العاملين الأمر الذي حال بينهم وبين الانتظام في المدارس ملامح هؤلاء الأطفال وهم على مقاعد الدرس تقول إن هذا الباص نجح فيما عجزت عنه المدارس الحكومية باص صغير يقوم برحلة على طريق هدم جدار التمييز وتحويل المهمشين إلى فاعلين في المجتمع أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين والآن إلى جولة على أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع غدي غنطوس صباح الخير غدي صباح الخير مجددا مشاهدين اقفال باب الترشح للرئاسة السورية والانتخابات البرلمانية العراقية موضوعان بارزان في عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الخليج الإماراتية الجنائية الدولية تحبط مخطط التدويل الإخواني أوباما مع حكومة تمثل العراقيين والمالك يستبعد الشراكة الوطنية وعلاوي يشكك وأعلان نتائج الانتخابات بعد ثلاثين يوما موسكو تحذر من كارثة وتطالب بانتحاب الجيش الأوكراني وكياف تطرد الملحقة العسكرية الروسية وتقر التجنيد الإجباري إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الكتس العربية تونس إسقاط العزل السياسي يثير الجدل حول ترشح رموز النظام السابق للانتخابات وامرأتان أحرقتان نفسيهما بعد القرار السلطة الفلسطينية ترحب بفتوى تجيز لأربعمائة وخمسين مليون مسلم زيارة المسجد الأقصى وبوتفليقة يجهز الأخضر الإبراهيمي لمنصب مهم في الجزائر أما في صحيفة الوسط البحرينية فنقرأ أربع وعشرون مترشحا للانتخابات الرئاسية السورية المالكي قادرون على تحقيق أكثر من مائة وخمسة وستين مقعدا وفريدم هاوس البحرين لم تتقدم في مجال حرية الصحافة في صحيفة الأنباء الكويتية نقرأ البرلمان مستمر والتكملية في الثامن والعشرين من يونيو الغانم تسلم استقالة العدساني والكندري وقويعان رسميا آمل العدول عنها وللمجلس حق قبولها أو رفضها أو تأجيلها والمستقلون خمسة أسباب وراء الاستقالة إغلاق باب الترشح لرئاسة سوريا على أربعة وعشرين بينهم الأسد وسيدة إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الثورة اليمنية الجيش يطهر المعجلة ويطارد فلول القاعدة في ميفعة وعزان وجه ضربات موجعة أصابت التنظيمة بالشلل ست صور تنسف 52 يوما من جهود البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة وأخيرا إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بدء معركة رئاسة الحكومة العراقية باستباق المالك والحكيم النتيجة وأوباما يدعو لحكومة تدعمها جميع الطوائف الوثائق البريطانية مقال في الشرق الأوسط أثار أزمة في وزارة الخارجية في لندن وكارينغتون زار أربع دول عربية عام 82 بعد النشر وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا نلقاكم في برنامج آخر طبعة والآن إليك فتون شكرا لك يا غدي والآن إلى الماضي الحاضر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 شكرا